ما ينبغي لك القيام به قبل بيع جهازك الايفون او الايباد او الايبود تاتش او اهداؤه لشخص اخر شرحت في الجزء الاول لو انت لسه ما زل تمتلك الجهاز او قبل تبيعه يعني معاك الجهاز هذا الجزء الثاني من الشرح هو انك نسيت تسوي الخطوات اللي احنا شرحناها بالجزء الاول او انه ضايع عليك الجهاز او مصروق فتابع معايا هذا الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم محمد حدايدي ايش تسوي لو انت ضاع عليك الجهاز او انصرق او جيت تبيعه او بعته ونسيت تفرمت او تسجل خروج من حساب الاي كلاود هذا هو شرحي للجزء الثاني الجزء الاول كان اذا كان لا يزال لديك الجهاز الجزء هذا اللي هو اذا لم يعد الايفون او الايباد او الايبود تاتش بحوزتك هنا قبل شرحتنا في صفحة الدعم بيقول لك اذا لم تكتم الخطوات علىه ولم يعد الجهاز بحوزتك اتبع هذه الخطوات بمعنى انك لو ما سويت الخطوات اللي احنا شرحناها بالجزء الاول بيقول لك اول حاجة تسويها انك تطلب من المالك الجديد طبعا هذا في حالة معرفة لو انت هديته شخص ثاني قل له سوي الخطوات اللي بالجزء الاول شرحناها طيب اذا ما كنت تعرفه فحتتضر اللجوء للخطوة الثانية اللي هو بيقول لك اذا كنت تستخدم اي كلاود وتطبيق العثور على الايفون على الجهاز فقم بتسجيل الدخول الى الايكلاود دوت كوم او تطبيق العثور على الايفون طبعا تطبيق اللي هو تسجيل الدخول الى اي كلاود دوت كوم هذا يحتاج كمبيوتر هتسجل الدخول الى هذه الصفحة وهي نفسها الشرح لو طبقنا على تطبيق العثور على الايفون تطبيق العثور على الايفون هذا هو جدا سهل بيقول لك حدد الجهاز وانقر على مسح هذا التطبيق هتلاقيه بجهازك هذا هو عثور على الايفون اول ما هتدخل التطبيق هيطلبك الايميل تبعك والباسورد بعد ما تسجل دخول هيظهر لك الاجهزة المسجلة تحت هذا الحساب لو ضغطنا عليه هيظهر لك هذه الدائرة او موقعه حتى لو ما ظهر لك موقعه الحالي مثلا ما في نت او ما في بطارية ايضا هيظهر لك الجهاز بغض النظر عن الموقع او اخر موقع كان فيه هنا هيجيك مسح الايفون هتساوي زي ما قرأت لك قبل تنقر على مسح بعد ان يتم مسح بيانات الجهاز انقر على ازالة من الحساب يعني بعد ما يتم عملية المسح بعد ما تضغط مسح هيقول لك جاري عمل المسح بعدها هيجيك خيار ازالة من الحساب خلاص بكذا انت مسحت ما في الايفون طيب هنا بيقولك اذا تعدر عليك اتباع اي من الخطوات الواردة قم بتغيير كلمة المرور يعني لو ما قدرت تسوي الاولى او الثانية هتسوي الثالثة كيف تغير كلمة المرور ان كان من نفس لو انت مثلا بسجل دخول بجهاز ايفون جديد هتروح للعدادات بعدها بتدخل اول خيار اللي هو هذا بعدين بتروح الى كلمة السر والامن ومن هنا هتغير كلمة السر او كلمة المرور الخاصة فيك طيب لو انت ما عندك او ما شتريت اي جهاز هتدخل على صفحة الاب ال اي دي تبعك اللي هو هتطل لك رابطها اسفل مقطع هذا الشرح هيدخلك على هذه الصفحة هتحط ايميلك وتحط الباسورت وحتلاقي تغيير كلمة المرور بالتالي بتغير كلمة المرور طيب ايش الفايدة من تغيير كلمة المرور بيقولك انه لن يعمل هذا الاجراء على ازارة المعلومات الشخصية المخزنة على جهازك القديم يعني انت بتغيير كلمة المرور انت ما تقدر تمسح ما كان في الجهاز لانك اصلا غير متصب بالاي كلاود ولكن انه المستخدم الجديد ما هيقدر يستخدم ايميلك او يغير فيه اي معلومات طيب بيقولك لو انت غيرت من اجهزة ابل ورحت لاجهزة مثلا اندرويد بيقولك قم بالغاء الاشتراك في الاي ميسيج هذه برضو تقدر تسويها من خلال الايفون نفسه وهذه الاب البي اذا كنت برضو تستخدمها ادخل على الايكلاود.com وشيل بطاقاتك الاعتمانية من و الى اخر هذا كان شرح اليوم يعطيكم الف عافرة تنسونا من لايك وسبسكرايب بالقناة وبصندوق الوصف حتلاقي رابط الشرح الاول وايضا جميع الروابط اللي تم ذكرها في الشرح